أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما تتمتع به علاقات مملكة البحرين وجمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية من تنام وتنسيق مشترك على كافة المستويات وأهمية استمرار تعزيز التعاون الثنائي القائم بينهما نحو آفاق أرحب بما يعود على البلدين والشعبين الصديقين بالخير والنماء جاء ذلك لدي لقاء سمو حفظ الله فخامة الرئيس جوتابايا راجا باكسا رئيس جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية وذلك في إطار مشاركة سمو في مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين للتغير المناخي 2021 بحضور معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة الصديقة وسعادت الدكتور محمد بن مبارك بن دين المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة حيث نوه سموه بما يجمع البلدين الصديقين من تعاون في المجالات المختلفة وأهمية مواصلة العمل على تنميته بما يسهم في توسيع أفاق التعاون المشترك على كافة الأصعدة وخلال اللقاء تم استعراض الموضوعات ذات الاهتمام وسبل تعزيز العلاقات الثنائية كما تم التطرق لما يمثل مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021 من أهمية لمواصلة جهود التغلب على تحديات التغير المناخي مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين على حماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية عبر الجهود المختلفة التي تقوم بها في هذا المجال والذي كان آخرها إعلان مملكة البحرين عن استهدافها الوصول للحياد الصفري في العام 2060 ترجمة نانسي قنقر